يعني الصراحة بأنه احنا من المبدأ الأول الرئيسي هو المصلحة اللي موجودة بهذا القانون حتى يطابق بأنه الضروريات تبيح المحظورات الوضع الاقتصادي اللي موجود داخل البلد وتناسبة وفرة مالية كون الدولة والمجلس النواب كون يقنن هاي المبالغ اللي موجودة الصراحة بأنه يعني ما كان الرفض واضح وعلني حتى بالأخوان داخل مجلس النواب حتى من كانوا المعترضين بالجلسات الأولى من حضروا مع اللجنة المالية ولقاءاتهم يتفهموا بأنه هذا المشروع هو السبيل الوحيد للعلى الأقل دعم الوزارات اللي بها هي مساس خاص بحياة المواضيع تتحدث عن ممثلين للإطار؟ طبعا حضروا كثير يعني اللجنة المالية خلال هاي الفترة مفتوحة لأغلب السادة النواب وحضروا جلسات كثيرة وحتى بعد ما اكتمنت اللجنة المالية أعتقد هسالة وتسأل الأخوان اللي موجودين باللجنة المالية بجميع أطيافهم وإنت تستضيفهم أو تتابع راح يقولك بأنه موضوع خسارة القانون أو تعطيل هذا القانون هو تعطيل لمفردات لمفاصل حقيقة بأنه لا تتأمل التأخير لا تأمل التأجيل